ما هي مظامر داود؟ هو داود بن إيشا بن عويد بن عابر وينتهي نسبه إلى يهود بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى النبوة والملك وأنزل عليه الزابور وقد جعله رسولا إلى بني إسرائيل وجدير بالذكر أن اسم داود ورد في القرآن الكريم في 16 موضعا بلغ داود عليه الصلاة والسلام الأربعين من العمر فأتاه الله سبحانه وتعالى النبوة مع الملك فدعا قومه بن إسرائيل إلى تطبيق الشريعة التي أنزلت عليه وهي شريعة التوراة والإيمان بأن الله هو رب هذا الكون أجمع وأنه الذي خلقه وأبدع في خلقه ولا أحد يستحق العبادة سواه سبحانه وأنزل الله سبحانه على داود الزابور وفيه مواعد وأذكار وعبر ورقائق وأتاه الحكمة وفصل الخطاب لقد كان فضل الله سبحانه وتعالى على داود كبيرا حيث كان حسن الصوت وعندما كان يصدح بصوته الجميل ويسبح لله تعالى ويحمده كانت الجبال والطير تسبح معه أما مزامر داود هي تسابيح لله وضروب دعاء وقد شبه الرسول صلى الله عليه وسلم حسن صوت داود وجمال نغمته بصوت المزمار والذي هو آلة الموسيقية يستخدمها المغني كان عليه الصلاة والسلام كثير العبادة فيعبده ليلا ونهارا حيث يقوم الليل ويصوم النهار ويقضي جزءا كبيرا من يومه في عبادة الله سبحانه وقد علمه الله منطقة طير والآن له الحديد حيث كان بين يديه كالعجين ويفتله بيديه دون حاجة إلى نار أو مطرقة وكان يصنع منه الدروع التي تحمي جنوده من الأعداء ولدفع خطر الحرب والمعارك